ماذا بشأن مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن والحد من الانتهاكات كما أشار رئيس الوزراء السوداني وهذا الكلام يسمع منذ أكثر من عقد هل سيسمح للحكومة للتعاطي مع هذه الملفات فعلا هل هناك جهات ربما داخلية تعرقل إجراءات الحكومة وكذلك جهات خارجية أيضا يعني مكافحة الفساد وحقوق الإنسان أو انتهاك حقوق الإنسان هي وجهان لعملة واحدة وليست مصادفة أن يكون الاحتفاء باليوم 9 ديسمبر أو 9 كانون الأول باليوم العالمي لمكافحة الفساد ويوم 10 ديسمبر أو كانون الأول هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان وبالتالي أعتقد أن طلاقة الحكومة العراقية لمعالجة ملف الفساد والدفع باستكمال متطلبات ملف حقوق الإنسان هو يعني يجري في نفس المسار ونفس السياق وأيضا نفس الاهتمام الحكومي لذلك نعتقد أن هناك عقلية منظمة تعمل على تنسيق الأدوار واتخاذ القرارات والسياسات العامة ونتمنى أن لا تكون هناك عصي في عجلة مكافحة الفساد وضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان خلال المرحلة القادمة كون كلما اقتربت الحكومات لضرب بيد الحديد على معاقل الفساد ومن ينتهيك حقوق الإنسان نرى أن هناك من يحاول تعطيل الحكومة من إنجاز كثير من سياساتها وبرامجها العامة اشتركوا في القناة